السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله دا نشتركوا معاكم وصفة دي اللي بطبوط مع ممار بحش ولادي دا جدا نتمنى ان شاء الله تجربوها وترضو علي الخبار كيفما العادة وتفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركتي الله هنا لدينا دقيق الأبيض ما cucs التقيق الأبيض شوية ديل دقيق الابيض شوية ديل دقيق الكامل وشوية ديل دقيق للشعير هنا اضفت مالقة ديال الملح والخميرة كيفما العادة وشوية ديال فلفلة حارة شوية ديال فلفلة حمراء هنا لدينا الكركم نسمو هاد العجين كي جيلديد بزاف وهنا عدي بصلاء حمراء هاد العجين هدا ممكن انا نحضره به ايضا دي سندويتش يعني ممكن طيبه ايضا في الفرن وممكن اضافة اعشاب المناسيمة اللي انا هاد المره نسيتها معلقاء ديال نستعمل العسل ديال القصب السكر ولكن ممكن انكم تستعملو غي تستعملو غي العسل العادي او ملعقة سكر قريبا يتحمر لنا لان الشعير والدقيق الكامل ما كيبغيش يتحمر مني ما كيكونش فيه السكر هنا عدنا الماء الدافئ باش غنعجن هاد العجينة وغدا نخليوها مرخوفة يعني ما نعجنوهاش تقيلة هنا غنضيف زيت الزيتون وغدا نحاول ندخل هاد زيت الزيتون في هاد العجينة اللي كيف ما كتشوفوه معايا مرخوفة وخافيها يعني فيها الشعير لان غدا نستعملوها غليدة شوية خاصة تكون ارتبة هنا غدا نخلي العجينة ديالي ترتاح يعني ضروري ما كنخمروها تخميرها اللولا هنا التواب اللي غدا نستعمل هي القرفة الفلفل ابيض اللي ممكن تعويضه بالفلفل اسود وهنا عدنا الهيل اللي هو قعقلة عدنا القصبر والكامون هاد التوابه اللي كتستعملوه على حسب الكمية ديال الحشوه ولا الكمية ديال العجين اللي كتستعملوه غنضيف هنا ثلاثة ديال معالق كبار ديال زنجلان اللي غادي يلدد لنا هاد الحشوه هادي هنا غنضيفه اه شوية ديال الفلفل حار يعني الفلفل حارة سودانية الكوركم والملح في الفلفل حلوه هنا هي البابريكا والزنجبيل وكتكون هادي هي التوابيل كنتحنها اه مزيان يعني ضروري ما كنتحنوها مزيان باش كنخرجوا النكهة ديالها هنا الخضر اللي غا نستعمل هي اه حبتين بصل انا استعملت بصلة حمراء وبصلة بيضاء ثلاثة ديال فصوص ديال التوم حبتين فلفل احمر لممكن انكم يعني استعمال كذلك الفلفل ملونة هنا كيف ما كنتشوفو معي ضروري ما كان نقطعوهم قطع صغيرة يعني كنفرموهم فرما نافع ناعما هنا استعملت اه يعني كيميا من الدجاج من الدجاج او لداند انا اللي استعملت هو لداند غدا نقطعوه احته هو قطع رقيقة جدا ونقصبرون مع دنوس ضروري منهم وهذه الخضر كلها كان نطحنوه ضروري 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 ما كان نقطعوها واحد القطع صغيرة جدا ممكن انكم تفرموها كذلك في الروبو ايلا بغيتو انا اهنا اضفت التوابل اللي طحنت وغدا نستمر باش نبقى نقطع هاد الخضر كلها حتى وليل يرقيقه بزاف لان هاد الحشوه ما غديش نطيبوها كيف ما كتشوفه معي صافي دابا ولا ترقيقه بزاف وكل شي تخلط مع بعضه دابا جينا باش اه نوجدو العجينة اللي هي خمرات كنقرسو هاد العجينة وكيف ما قلت لكم ضروري ما كنخليوها شوية اغليده باش ما كتخرش لينا الحشوه ما خاصاش تخرج هاد هاد البطبوط هاد ما خاصاش تخرج بالمرة الحشوه وما خاصش البطبوط ديالنا يتتقب الى التتقب غدا تخرج لينا اللي كيد ديال هادك يعني السائل اللي كيكون لك اطلق الخضر وغادي تحرق لينا الخبزة من التحت داك شي باش خسنا ضروري نغلطو شوية الخبز ما شي مشكل لان انا مرخفين العجينة وغا نستعملو كمية كبيرة من الحشوه هاد الخبز هادا كيجي بحل الساندويتش هاد البطبوط هادا كيجي لديد 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 بزاف يعني ممكن انا نحضره حتى الى كانوا خرجات وبالنسبة لكمية ديال الكفتة كتستعملو الكيمية اللي بغيتو يعني ممكن كترو الكفتة ونضيفو غي شوية ديال الخضر اه وممكن ان انا كيف ما ممكن تحضرها كيف ما حضرتها انا نضفتغي شي شوية ديال اه انا ما ضفتش الكفتة الكفتة انا الا قطعتها يعني اضفتغي شرائح ديال لداندو وبغيت كان قطعها حتى ولات بحل الكفتة وكيف ما كتشوفو انا غدا نحضر زوج ديال الانواع بطبوط وهذا كلي بحل كخاب تيخ ولكن يعني التغيير فقط يعني ماشي يعني قدروا نحضروا الشكل اللي بغينا ممكن نطيبوهم كذلك في الفرن يعني ندهنوهم بشوية ديال زيت الزيتون ونطيبوهم في الفرن نرشوهم بشوية ديال زنجلان ونطيبوهم في الفرن كي جولدادين بالزافحة وما كننطيبوهم نتمنى ان شاء الله هاد الوصفة هادي تشربوها كتعجب الوليدات سوفي غنستمر بنفس الطريقة حتى غدا نكمل يعني الكمية ديال عجينة ديالي كاملة وفي نفس الوقت كنشعل البوطة وكنبدأ باللولين اللي حضرت كيف ما كتشوفوا معايا هي دا بالمقلة سخنات ضفت لها حطيت فيها البطبوط ديالي اللي كنقلبوه يعني مباشرة غي كننحطهم كنقلبهم كيتنفخ لنا من الداخل وفي نفس الوقت كيتحمر كيف ما كتشوفوا معنا معايا كنبقى نقلب فيه حتى كي طيب وكيكون شكل ديالو نهائي هو هذا كأن مليكي وجدو كأن دهنوهم بالقليل من زيت الزيتون هذا البطبوط هذا جلديد لديد بزاف تمنى ان شاء الله تشربوه ويعجبكم حتى انتوما تمنى ان شاء الله يكون الفيديو دياليو من الاعجاب ديالكم الى عجبكم كيف العادة ما تنسوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا الوصفة مع الاحباب والاصحاب الى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بشكل دياليو من تشجل نسش الجدء فلت asمس Skype